موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في مراجعة جديدة من فيلم جامد والفيلم اللي هنتكلم عنه النهاردة هو The Old Guard هو احدث اصدارات نتفلكس الاصلية المأخوذة عن كتاب مصور لكاتب اسمه جريج راكا هو ايضا اللي كاتب السيناريو بتاع الفيلم واحدثنا بتدور عن فريق من المرتزقة اللي ما بيموتوش واللي بيعملوا تحت قيادة اندي اقدم الاعضاء في الفريق واكثرهم فقدانا للامل في هدفهم وغرضهم وطريقة شغلهم هي انهم بيتدخلوا في المواقف القتالية اللي بيحسوا فيها انهم حيبقوا على جانب الخير مع الحفاظ الدائم على اخفاء هويتهم لان ده الكابوس الاكبر بالنسبة لهم ان يتم اكتشافهم ولكن اللي بيحصل ان بيتم اكتشافهم فعلا عن طريق مؤسسة بتهدف انها تخطفهم او انها تحتجزهم من اجل حصد قواهم والميزة بتاعتهم بتاعت الخلود اللي هما بيتمتعوا بيها دي وفي نفس الوقت بيكتشفوا وجود بنت عندها نفس القدرات بتاعتهم وهدف مهم لهم هو انهم يضموها للفريق وما بين الصراع دا والصراع دا الاحداث بتاعتنا بتنطلق علشان نشوف ايه اللي هيحصل فيلم دي اولد جارد زي ما هو واضح من وصف قصته او من حكي قصته او تقديم قصته يعني هو انه فيلم خيالي بيدور في اطار من الاكشن ومن الاثارة مع قدر معقول من العمق الدرامي والدراما بتاعت الفيلم نبعة في الاساس من الصراعين اللي احنا بنتكلم عليهم دول صراع الاعضاء بتوع الفريق بتاعنا بيكونوا في هدف او بيتم تتبعهم او بيتم مطردتهم وصراع اخر هم اللي فيه بيقوموا بالتتبع او المطاردة او محاولة الوصول لشخصية معينة الفيلم بياخد وقته في البداية ووقته دا مش طويل قوي علشان يقدم ابعاد الخيال اللي الاحداث بتدور فيها وهي ابعاد متميزة الى حد كبير ممكن تكون في التقديم تشبه حاجات كتير قوي ولكن لما بنتعرف اكتر على قدرات الفريق بتاعنا وايه اللي ينفع يعملوه وايه اللي ماينفعش يعملوه وايه هي نقاط قوتهم وايه هي نقاط ضعفهم بنلاقي ان الموضوع حقيقي فيه قدر معقول جدا من التميز ولما بنضيف القدرات والمميزات والعيوب دي كلها مع التاريخ بتاعهم مع الصراع اللي بيدور في احداث الفيلم او الصراعين اللي بيدوروا في احداث الفيلم بنلاقي قدر معقول من الدراما ممكن يكون بيخترق السطح البسيط بتاع موضوع الاكشن والخيال والاثارة دا عشان نلاقي بعض التساؤلات المهمة او بعض الانعكاسات على بعض التساؤلات اللي ممكن تخلي المشاهد يفكر وده شيء محترم جدا طبعا التساؤلات ده يتعم رفحة ما هتكون شخصية ولكن ممكن تكون مجتمعية ممكن تكون حاجة بشرية كده تساعدنا في ان احنا نبص على تاريخ البشر ونتبين هل احنا فعلا عملين نلف في دواير وعملين ندور في نفس التاريخ بتاعنا مهما حصل ومهما حاولنا ان احنا نتطور او نتعلم ولا لا وده موضوع جيد انا ما بقولش ان المسلسل بيملي رسالة معينة في النقطة دي الفيلم انا اسف ولكن بيخلق تساؤلات والتساؤلات دايما شيء كويس يمكن بس المهم ان المشاهد ينقي تفكيره شوية من حتة ان التساؤل لازم يكون شخصي اكيد اكيد يا جماعة واحنا بنتفرج على الفيلم مش هنسأل نفسنا اول لا يا جماعة ده الواحد بقاله ميتين وخمسين تلتميت سنة عايش وزي الصراحة طبعا الفيلم ما بيعملش ده زي ما بنقول التساؤلات بتاعته تساؤلات انسانية اكتر وبتقرب الاحداث بتاعتنا من اطار معين يسمح بان احنا نتواصل معها وان احنا نفكر معها المشكلة اللي عندي بس مع الفيلم ان بمجرد لما بنتبين الفلسفة بتاعته وبنفهم اكتر طريعة الشخصيات وزي ما بنقول هو ما بياخدش وقت طويل او في انه يعمل ده لان ده سهل ودي ميزة ولكن الاثر السلبي اللي بينطج عن الميزة دي هو ان الاحداث بتكون متوقعة الى حد كبير انا عن نفسي توقعت الاحداث بالنسبة تقترب من تسعين في المية يا جماعة مفيش توقع قلته غلط هو بس في حاجات شوية حاجات حصلت انا ما توقعتهاش مش اكتر من كده وانا بتكلم عن توقع مشهد مشهد في بعض الاحيان بتوقع الجملة في بعض الاحيان او ده اللي حصل فعلا يعني توقعت مشهد ما بعد تتر النهاية اللي هو البوست كريدت سين وده مش لان انا عفريت يعني وشبح وكلام زي ده ولكن لان الموضوع حقيقي واضح الى حد كبير وبيستعير من افلام اخرى ومن اعمال اخرى وانا بقول بيستعير مش قصدي انه بينقل انا قصدي بس انه فيه تشابه ما بين بعض الخطوط فيه وبعض الخطوط في افلام اخرى هو ما بذلش مجهود علشان يخلق تميز عنها او انه هو يتفرد عنها منها مثلا فيلم لسه شايفين قريب وهو فيلم دوكتور سليب في الخط بتاع البنت صاحبة القدرات اللي بيدركوا وجودها بيحاولوا يوصلوا لها الخط ده متشابه جدا فيه تشابه تاني اقوى بكتير وده اللي فعلا ممكن يبقى فيه بعض شبهات النقل من فيلم شهير جدا لو انا قلته يبقى انا بحرق خلاص يعني هيبقى سهلة اوي المشاهد وهو بيتفرج يقول اه دي اشتقصية لمهدي بيقصدها في الفيلم الفلاني والموضوع خلاص والتشابه هنا قوي جدا ومحوري جدا في احداث الفيلم وواضح جدا لان فيه جملة ايقونية من الفيلم ده بتتقال في الفيلم ده زي ما هي بالزبط النقطة التانية اللي عندي عليها تحفظ ومقدرش اقول انها عيب كبير هو بس كل اللي عندي فيها مجرد تحفظ هي مشاهد الاكشن مشاهد الاكشن في الفيلم كتير او متنوعة دي الميزة نسبة الاتقان فيها عالية دي ميزة نسبة التفاصيل فيها كويسة دي ميزة ولكن ما فيهاش قدر كبير من التعب تقدر تقول انها متنفذة على الجانب الكسلان شوية ما نقدرش نقول ان فيها شطس مبتكرة اكتر من اللازم ما فيهاش خدعة ممكن تحسسنا ان فيها قدر من الاستمرارية او انها لقطات طويلة لقطات بتاعتنا في الاكشن كلها قصيرة كلها مقطوعة واضحة اه ولكن مش عارف مش قادر اتهمها بالكسل مش قادر اتهمها او الحقيقة مش قادر اتهم الممثلات او الاداء بتاع الشخصيات فيها بالكسل انا اللي بتاهمه بالكسل هو طريقة التصوير وطريقة الاخراج بتاعتها ولكن النتيجة في الاخر ممكن ما تتركش انطباع على المشاهد وعايز اكرر واكد على فكرة اننا ما بتاهمش الممثلين بالكسل لاني مدرك كويس جدا هما بيبذلوا ايه الناس علشان يوصلوا للمشاهد الاكشن اللي احنا في احيانا كتير بنقول عليها مش عجبانا او مش داخلها دماغنا او بدل ما انا اقعد اوصف كتير في اللي انا بقوله تعالوا كده نسمع ابطال الفيلم وهم بيتكلموا على اعدادهم الشخصي لمشاهد الاكشن لديكيش عجبات المستعبدة على المشاهد بيتكار الاني i نظرة حول جدا اقاموا مستعبدة وليس حدث ان انطباع لا أقضي ان هذا بحق والتخلط ا اذن اذن رابط والميقصي اذا اقاموا بيش كانت الى قطرت انه نظرت إلى gym. It's like, is it the guy? But then I... think that I convinced them in a way. It was... Sorry? He was very convincing. What's wrong with that? Yeah, it was very convincing. Yeah, but we spent one month, you know? All right. It was... It was a very funny, cool but also a hard job. وشعب الآن في تطورة timid feel and that was also part of her you know the excitement I think none of us three of us have ever done a movie like this that involves these these action pieces in these action setups and yeah that's something new to discover and exciting especially when you're When you're being guided by such a great you know stunt coordinator Danny and then so many great trainers that consist of former أمام الماضيين أو أسلطاتيين يمكنك تساعدك إلى تحديد المطالب ويجعل الأشياء يبدو جيدة لذلك نعلم أننا نحن بأخير ونحن يجب أن نأتي ونعطيها كل ما يكون فدايما يا جماعة نفتكر أن الموضوع الجودة في مشاهد الأكشن ده نسبي لما بنقول على حاجة ما دخلتش دماغنا قوي أو ما عجبتناش قوي أو فيها قدر من الكسل في التنفيذ أو أمور زي دي مش قصدي أنها سيئة ومش قصدي أن أنا أقلل من تعب الناس فيها ولكن احنا بنقارن بالحاجات اللي التعب فيها كان واضح أكتر والابتكار فيها كان واضح أكتر والمجهود في إخفاء عيوبها كان مش عايز أقول أوضح لأن لو قلت أوضح يبقى احنا بنقول أن العيوب كانت واضحة ولكن مثير للتأدير على مستوى الشخصيات عموما وعلى مستوى الأداء ما أعتقدش أن فيه أداء تمثيلي معين برز بشكل كافي وطبعا ده متماشي جدا مع طبيعة الفيلم مش دي الأفلام اللي ممكن أتوقع فيها أن يبقى فيه أداء تمثيلي بارز أو حاجة بالطريقة دي ولكن اختيار الممثلين وأداءهم فيه قدر معقول جدا من التأدير لدرجات أو لنقاط التناغم ولا نقاط التنافر التناغم ما بين الشخصيات اللي حنا متوقعين أن يكون فيه بينهم وبين بعض التناغم وتنافر ما بين الشخصيات اللي فيه اختلاف جذري ما بينهم وبين بعض والفيلم عنده على الجانب الشرير بالتحديد حاجة كويسة جدا وهي النقطة اللي بكررها كتير قوي بتاعة زرع الفضائل ما هواش شر مطلق حتى ولو كانت سمات وحشية جدا وفيها قدر كبير من القصوة والدموية والحاجات اللي ممكن تخلينا نشعر بالصدمة وإحنا بنتفرج ولكن دايما فيه خط أو خطين أو سطر أو سطرين بيدعمه أنه ممكن يكون فيه هدف نبيل أو جيد وراء الموضوع ده وأعتقد أن التباين ده أو الارتباك اللي ممكن يوصيب الشخصيات ويتنقل للمشاهد ويخليه بدوره وهو كمان يفكر كانت من الحاجات اللي لفتت نظر تشيوتا لإيج وفور بطر الفيلم The idea that these are complex people and this is a complex circumstance and it reflects the world that we live in and these corporate necessities or needs that match these kind of ethical and moral ideas as well and sometimes those things can work in tandem sometimes they work against each other and individuals make those choices in between that and so you can see their decision making from both sides and obviously Copley has had tragedy in his life and is struggling with those things and that informs some of the decisions that he's making and some of the choices that he's making and you know I think that it makes the film states ultimately which side it comes down on and where it thinks you should go but it's always useful to have questions and that people aren't just sort of straight down the line bad guys or good guys and there aren't there's a lot of gray in the film which I respond to and the things like this are changing the events of the film in the form of the film and of course I won't say the truth because we're talking about a movie You're playing the CEO of Evil Corp so to speak the guy with the evil agenda even if he claims to have a greater good and so on actually this kind of role has or this kind of profile has been played recently in some films so did you draw inspiration from any of them and if so how did you try to distinguish yourself from them? To be honest I didn't really look into other films in terms of researching what maybe I might do sometimes that can be helpful sometimes that can be quite unhelpful my main sort of resource I guess was looking into young entrepreneurs and businessmen and seeing how they operated so that was my main sort of source material but in terms of looking at other films I think that would just freak me out a bit so yeah بشكل عام فيلم The Old Guard جيد وممتع ومسلي ويحسب له ان خلطة الاكشن مع الخيال فيه نجحت في اختراق السطح وقدمت بعض التساؤلات وسمحت للمشاهد بانه يفكر شوية واللي دعم ده هو تركيبة الشخصيات والتبايونات اللي موجودة على جانب الشر بالتحديد ولكن مش هقدر اني مكررش ان احداثه متوقعة بشكل كبير وان تنفيذ مشاهد الاكشن فيه مع اعترافي بقد ايه هي مبدول فيها مجهود ولكن الصورة النهائية عكس الدرجة من درجات الكسل وبرضو فيه اعتراف لازم اقوله وهو ان القسم الاخير في مواجهة الاكشن الاخيرة في الفيلم حقيقي كانت جمدة جدا وتكاد تكون خالية تماما من العيوب بشكل عام تقييم الفيلم The Old Guard هو سبعة من عشرة ومفيش تأكيد حتى الان على تنفيذ جزء تاني ولكن نهاية الفيلم بتاعت بدا ومحاولتي الفتكة اوي اني انتزع اعتراف من ابطال الفيلم بموضوع الجزء التاني ده ما نجحتش اوي So a quick question before I go Has everybody signed or ready for part two? We I think we we would all love to to continue this uh this لأ حويت حويت يعني لمؤاخذة المهم لو حضراتكم شفتوا فيلم The Old Guard ياريت تساهموا برأيكم في الكومنس ألف شكر لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شيروا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقة يتقاول باول تابعوني على فيسبوك تويتر ونيمو بوديو وباي باي